الاخرشين ما عندنا وقت البرنامج والبرنامج خصير وكذا يعني هذي ما ما قاعد توضح حقيقة يعني مو حقيقة هذي شنو الحقيقة منا والله طيب اندي تفاهمت حرد عليك انقل لي غيرها بس يا اخي فيصل انقل لي غيرها بابو انا رجل انا رجل مسلم شيري واذا انت تقعد تتكلم عن صحيح البخاري مسلم انا ما احترف لاب صحيح البخاري ولا مسلم يعني ما يعني اذا تجيب لي من صحيح البخاري مسلم لاني انا ما احترف لاب صحيح البخاري ولا مسلم انا رجل شيري من كتب الشيعة حاضر انا اتقبل من عندك من كتب الشيعة اما من كتب السنة انا ما اتقبل حلو تفضل حلو غيره طب نقطة غيرها بقى دي تفاهمت ها عندك حاجة تانية انا ما جاعد اسمعك وسيشوفك تأشتر ويدك على كل حال انا خوفك مداخلتي واتمع من عندك فاضل اشكرك شكرك عزيزي الفاضل شكرك بص عزيزي انت قلت ان انا لا اؤمن بالدين الاسلامي صح صدقت فيبقى باللغة العربية باللغة المصرية مالك ومالي الاسلام اقول لك بقى مالي ومالي الاسلام انا مصري وعرفت اللغة اللي انت بتقولها لي وادر جاوبك مالك ومال الاسلام ماشي نتكلم كلام ما يزعلش ولا حتزعل ارد علي ها انا انت جاعد تقولي انا رجل مسيح بس استنى لا استنى ما تؤمن بالاسلام اسمع بس يا عم انا فاهمت الكلام انت حتى تضيع الوقت ليه انا فاهمت الكلام بس بقولك يعني لما اتكلم ما تزعلش لان احنا في انتناقش اقولك بتقولي مالك ومالي الاسلام هلا ما سألتش ليه عن صورة التوبة اية 29 وتشوف مالي ومالي الاسلام صورة التوبة حافظها ولا ما انتش حافظها اية 29 حافظها ولا مش حافظها طب بتقول ايه صورة التوبة ماشي اية 29 طول وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يعني محمد ولا يدينون دين الحق يعني الاسلام طب تقصد مين يا عم تقصد مين الكفر الوسانيين تقصد مين اها لا من الذين قوتوا الكتابة مين ده لقوتوا الكتاب احنا لقوتين الكتاب نصارى واليهود قاتلوا يعني باختصار كده لما تحط اللي في الوسط ده بين قسين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله لانهم لا يؤمنون بالله قاتلوا الذين قوتوا الكتاب لانهم لا يؤمنوا بالله ولا يحرموا محرم الله ورسوله ولا يدينون دين الاسلام اقتلوهم قاتلوهم صح? فتقول لي ملك ومالي الاسلام اما ان امرك عجيب يعني اجيلي كده بالسيف وتقول لي انا هقتلك وقولك بس اسمع الكلام ده ما يفعل يقولك انت مالك انت نصراني مليكش داخل انا عايز اقتلك الله طب انت هتقتلني يبقى زي ملياش داخل اما امره عجيب قوي سيف الاسلام مشهر على رقبتي لاني من اهل الكتاب فلما اجي واقولي الكلام ده مش صح يا جماعة وما يصحش كده تقول انت مالك انت مسيحي احنا الاسلام واحنا كلنا نكتلك يا انا هنكتلك وانت ما تقدر تتكلم لانك نصراني مالكش داخل بالاسلام يا عم كلمونا كلام منطقي من فضلكم كلمونا كلام يدخل العقل الاسلام ضدي وضد وجودي وضد ايماني وضد مسيحي كفر الذين قالوا ان المسيح وكفر الذين قالوا ان الله وبيصدني انا يبقى زي ملياش داخل بالاسلام لانا لازم نقش واخده للمحكمة اخده للمحكمة واقول الكتاب بتاع القرآن ده عنصري وبيحكم علي بالقتل والموت حكموه حكموه طيب انت نصراني ملكوما الاسلام اسلام مهم لو كان في حاله كنت سيبته في حاله الهنود سيبهم في حالهم لانهم ما بيطلبوش قتلي كونفوشيو كونفوشيو سيبهم في حالهم لانهم ما بيطلبوش قتلي ما تهجموش علي الدين الوحيد الذي يطلب قتلي هو الاسلام وتقول لي برضو ما لكو ما للاسلام ده كلام يا شيخ فيصل ده كلام برضو يا عم راجع نفسك في الحدة دي ادي واحد يقول لك كلامك تهجم بتقول احنا مسيحيين وعلى حق الله هو اللي يقول اللي احنا على حق يبقى بيتهجم على تاني طب منتو بتقول انتو على حق يبقى معنا كده بتتهجموا علينا ولا دنيا خيار وفقوس يعني انت لك الحق تتهجم وتقول ان احنا على حق وانا ملياش الحق ان انا نقول ان احنا على حق وتعتبر انه تهجم ارجوك اوزن بميزان واحد طيب المناظرة على البلطق وفيه مشايخ موجودين على البلطق وتخش في مناظرات وياهم مرعب واحنا قلنا لهم ان لنا شروط في المناظرات وما قادروش يقبلوها وما رادوش يقبلوها هد لأي واحد من اللي طلب مني مناظرة ويقول لي ان احنا وفقنا على الشروط لأ ده هم عايزين يعملوا مناظرة وهم اللي يحددوا مواضيع المناظرة وهم اللي يحطوا شروط المناظرة وإحنا اللي يوم حاضر طيب ما عليش حاضر حضر حنامل حنامل سيبوكم بقى من الزمان ده سيبوكم من الزمان ده زمن الإرهاب انتهى وزمن الأعلونة انتهى وزمن إن إحنا أصاغر انتهى والروس تساوت والكلام للمنطق فما يقترش يختار المناظرة وموضوع المناظرة وشروط المناظرة وعلي أننا نقبل وإلا يقطعوا رقابتي لا فوقه فوقه والمواضيع اشتغلت اتغيرت والدنيا أيضا اتغيرت نحن لنا شروط تقبلها أو ترفضها لنقبل المناظرة مرحبا قلهم بقى يشوفوا الشروط اللي احنا قدناها لهم ويوفقوا عليهم الناس اللي بتتصل بدون علم طب ما دي اشتيمة برده يا أستاذ فيصل يعني انت بتزعلاني ان انا عممتها المسلمين طب ما انت زي لما تخلط لواحد كأنك بتخطئ في الكل لما تنسب الى انسان عدم العلم كأنك نسبت للكل عدم العلم الراجل اللي متحمس للإسلام وبيتصل وبيتكلم بتقول انه من غير علم فما بالك بقى اللي مش متحمس واللي ما عرفش يبقى لا 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 يا أستاذ فيصل لا 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 انا لا اقبل هذا انا احترم علم كل انسان ونقشه مستعد ان انا اناقشه وربما يأتي بحجح من عنده او يسأل شيوخ او يقرف كتب طيب تكلمت عن برنامج سؤال جريء وعن رشيد وانه ما بيديش وقت هل انت شايف ان البرنامج ده اسمه سؤال جريء وقال انت شايفني انا رشيد عم خش عند سؤال جريء وكلمه وجه كلامك لرشيد انا لست رشيدا ورشيد ليس ليس كاهنا كلام رشيد في برنامج اسمه سؤال جريء واحنا برنامجنا مش سؤال جريء في total different اختلاف كامل بيننا وبين بعض وجه كلامك الى رشيد وهو الاقدر ان يجيب عليك وانا مش هجاوب برغم ان انا عارف الاجابة ومش هقولها لك لان انا مش رشيد وما بتكلمش باللسان رشيد ترجمة نانسي قنقر